الناس كتير بتبص لحلم الفريلانسر اللي بيصحى يشتغل وقت ما هو عايز ويعمل وقت ما هو عايز اللي هو عايزه فاحكي لنا عن المعاناة بتاعة الفريلانسر وانا قصدت هنا بالمعاناة عشان الناس كتير بتشوف الفريلانسر ده انه هو انا براحتي في كل حاجة وبكسب فلوس فبالتابعية كتير قوي من الناس بيسيب شغله في شركات عشان يبقى فريلانسر بص هو زي اي حاجة في الدنيا لها مميزات ولها عيوب خلينا نكون متفقين على كده الفريلانسنج ليه مميزات كتيرة جدا 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 انت رئيس جمهورية نفسك بتشتغل في الوقت اللي انت بتحبه ومفيش مدير بيرخم عليك كل ما بتشتغل اكتر كل ما العاية بيبقى اكتر وحاجات جميلة جدا لكن برضو في نفس الوقت زي اي حاجة في الدنيا لها عواقب ان انت بيبقى صعب جدا ان انت تلزب نفسك بالشغل كويس جدا عشان ما فيش حد بيقولك يلا بالمناسبة في شخص يات ما بتنفعش تشتغله بزبط في حد لازم لو روتين لازم لو حد لازم لو انت مصحدش الساعة ستة عشان تروح شغلك ايتخصم لك فانت في دفع قوي بيزوقك انك تقوم اه علاقاتك اللي اجتماعية هتتأثر صحيح غالبا ليه اصلا انت عايش مع دماغك كده مع نفسك شغال من قطك شغال من بيتك اه حتى لو انت روحت كافية فانت قاعد مع نفسك لو هتحتاج ان انت تبزي المجهود علشان حصلت معي للأسف يعني انا مثلا كنت كل اجازة بنزلها من مارس عالمي ليه خمسة وعشرين يوم بحس ان انا البلد وحشاني او انه قريب وحشاني جدا فبريف عليهم كويس روح لخلتي وروح لزيتي وروح لقل اه او الاخوالي وبتاع انا دلوقتي عايز اقولك للأسف يعني في الفترة بتاع الفريلانسيج انت خلاص فريلانسيج بتاع الفترة طويلة جدا جدا مزورهمش او مرايبين مني اصلا ما انتش حاسس ببعض فكرة ان انت قادر انك تروح تزورهم في اي وقت بتبقى عاقل ان انت تروح تزورهم اصلا تبتخيل الموضوع بوصل ازاي اه ففي تحديات كتيرة جدا ديما وزنك هيزيد لابتتحركش كتير تاكل من اكل البيت الجميل اه اه يعني دي ده ده اللي انا قادر افكر فيه ده وقت بس في بعض العواقب اللي انت محتاج انك تفكر فيها قبل ما تاخد القرار ده عشان كده واحدة من ضمن القرارات المهمة اللي بنصح بها اي حد ومش بنصح ككارير كوتش لان الكوتش مش بيدي نصايح لما بتروح لكوتش بيساعدك بادوات لكن انا كاحمد شهين كحد متخصص في الكرير بقول يا جماعة ارجوكو قبل ما تاخدوا القرار ده روح لكارير كوتش يقعد معاك يساعدك عشان تعرف عن نفسك هل انا انفع في اللي انا بغدو دلوقتي هل ينفع القرار ده ليه ولا لا ده مناسب ليه ولا لا هعمل فيه ايه وهكذا اه في ناس بتطلع احسن ما عندها في شغل الفريلانسينج في ناس بتطلع احسن ما عندها في شغل الشركة بزابت